تشارك دولة الإمارات في الدورة الرابعة والخمسين لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام الفين واربعة وعشرين التي تقام في دافوس في السويسرا خلال الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من يناير الجاري بأكثر من مئة شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في دافوس والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة في المنتدى وتأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله في ترسيخ الدور الريادي للإمارات على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الإمارات على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنية وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدهم